اهلا بيكم معكم احمد امر اقواتيبس دوت كوم. لو حد سألني ايه هو احسن مكمل للنوم انا بس نعمله حاليا فهيكون المكمل دوت. احلى حاجة بتقلل الاسترس او بتقلل التوتر الحاجات داية كلها اللي هي بتأثر تأثير سلبي على النوم بتاعك. ناصر بتفكر كتير بالليل وما بتعرفش تنام الحاجات داية كلها فده من احلى المكملات اللي زبطتلي موضوع النوم مكمل طبيعي. مالهوش اي بسار جانبية. على قد ما انا دورتي يعني وعلى قد ما عملت بتاعي. لان هو حاجة من الطبيعة. فالنوم بتاعت حسن من ناحية المدة. من ناحية الجودة. المدة بقت اطول والجودة كمان بقت احسن. ودهات انا بعرفه من الساعة. ما لما بتنام بالسمارت ووتش. فبتقولك الجودة بتاعت النوم بتاعتك كانت عاملة ازاي? الا ديب سليب او النوم العميق بتاعك كان متقطع ولا كان منتظم. كان قدي ايه بالزبط? فديت حاجة انا عمل لها مونتور يعني مش بشتغل نفسي يعني. فعلا فعلا فيه فرق ايجابي حلوة قوي لما بدأت استعمله. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش سبسكرايب وجرس التنبيهات وفعل على انستجرام احمد عمرو تمانية سبعة وانستجرام القناة اكواتيبس وفيسبوك القناة اكواتيبس. اتكلمنا كتير قبل كده عن الاشواجندا. عشبة الاشواجندا اللي هي الجنسنج الهندية او بيسموه الانديان جنسنج. داية جميلة جدا جدا في موضوع عنها تقليل التوطر والكورتيسول والحاجات داية. واثباته بالفعل ان انا لما بستعمل اشواجندا من شهر لتلات شهور. فده ممكن يقلل الكورتيسول بنسبة اتنين وثلاثين في المية. الكورتيسول هو ايه سريعا? دوت الهرمون اللي جسمك بيفرزه لما بيكون في حالة او في حالة ضغط نفسي ضغط عصبي لما بتكون مضغوط يعني فانت بتفرز الكورتيسول دوت. طبعا لما بيعلى برضو سريعا كده عشان لو حد اول مرة يتفرج على القناة. التستسترون بتاعك بيقل. الطاقة بتاعتك بتقل. النوم بتاعتك بيبوز. حاجات كتيرة جدا. قلبية كتير بتبتدي ان هي بتحصل. فمش من مصلحتك خالص ان الكورتيسول يعلم. بس بيعلى في اوقات معينة. لما بتكون مثلا بتتمرن او بتكون في خطر او في حاجة زي ديت. فساعتها الكورتيسول بيكون اهم حاجة. بس غير كده خلال اليوم بتاعك. انت عايز الكورتيسول دايما يكون تحت او يكون اه تحت السيطرة. فالاشواجان ده مش هي بالزبط المكمل اللي انا هقوله لان فيه تلات انواع من الاشواجان ده خلي بقى لك يا انت لما بتخش الماركت او السادلية او محل المكملات او بتشتريها اونلاين هتلاقي تلات انواع. اه في نوع اسمه كي اس ام سكستي سكس وفي نوع اسمه سينسوريل وفي نوع اسمه اللاروت او اللي هو الجزر. الجزر انا بصراحة مش هشتريه لانا انا ما عرفش المادة الفعالة اللي فيه بتكون ادي ايه. اوكي? الكي اس ام سكستي سكس فالمادة الفعالة اللي فيه بتكون مش اقل من خمسة في المية. المادة الفعالة دي اسمها وذانو لايتز. برضو قلناها في الفيديو القديم بتاع الاشواجان ده. السينسوريل بقى المادة الفعالة بتاعتها بتكون اكتر بكتير من الكي اس ام المادة الفعالة بتوصل ساعات لعشرة في المية فالامتصاص بتاعها بيكون أسرع بكتير وبيكون أحسن بكتير بس انت هتحتاج تستعمل الاتنين الكي اس ام و السنسوريل يعني لو حد سألني مين فيهم اللي أحسن أو أنا محتاج أستعمل مين هقول على حسب انت عايز أني فايدة بالزبط يعني الكي اس ام الدراسات بتاعتها أثبتت بالفعل ودي عن تاجربة شخصية ان هي بتزود فعلا التستسترون بتزود فعلا التركيز بتزود الطاقة بتاعت الجسم بتحس ان انت فيك طاقة أكتر باقي اليوم ده بالنسبة للكيس M66 بالنسبة للسنسوريل فالمادة الفعالة اللي فيها داية بتكون عالية جدا بتكون سريعة الامتصاص جدا داية لها تأثير أكتر على تقليل الكورتيسول وتقليل التوتر أو النهاية هديك فبحيس ان انت تنام نوم مريح فالسنسوريل بصراحة أنا عمري ما هستعملها الصبح تمام؟ أنا بستعملها فقط قبل ما نام باخد حبيتين منها يا إما مع آخر وجبة يا إما قبل ما نام على طول بتعمل معها شغلة حلوة جدا في النوم وفي الآخر هي حاجة طبيعية طبعا لما النوم بيتزبط كل الحاجات التانية اللي بتاعت الفايدة اللي احنا عايزينها التانية هتتزبط أكيد التسترون بتاعتك هيكون أحسن أكيد التركيز بتاعتك والطاقة بتاعتك والريكوفري والحاجات دا تكون لها أكيد طبعا هتكون أحسن فهي بتنفعك من الناحيتين من ناحية إنها بتزبط لك النوم من ناحية إنها بتقلل لك الكورتيسون من ناحية إنها بتعلي لك الهيرمونات الإجابية زي التسترون وبتزود لك الفايد الإجابية اللي احنا قلنا عليها فكلها بتقدي لنفس الغرض فالسؤال هناخد منها قدي إيه؟ على حسب طبعا النوع اللي انت جايبه التركيز بتاعه قدي إيه؟ فالنوع اللي عندي احطوا الربط بتاعه في الشرح دا بيكون حبيتين بستعمل حبيتين برضو بزود عليهم وبصراحة بيعملوا معي أحلى شغل في ناس كتيرة برضو اللي أنا بمررهم عملت معهم شغل حلوة جدا في ناس الفايدة دي بتبقى من أول يوم في ناس الفايدة دي بتبقى من أول أسبوع في ناس محتاجة وقت أطول شوية علشان تحس بالفوائد دي بس أنا حتى الآن بالنسبة للناس أنا بالنسبة لي عملت معي شغل من أول يوم الناس اللي أنا بمررها ممكن بعد أسبوع بتدت تشتغل معهم بعضهم مش كلهم في ناس تانية برضو من أول يوم ببتدت أنها تعمل النتيجة الإيجابية دي فأتمنى الفيديو يكون مفيد وكله ينام كويس ونشوفكو في الفيديو اللي بعده